السلام عليكم مفيش حد بيشتغل في مجال تحليل البيانات الا في بعض الاحيان بيحتاج يعمل عملية توزيع او عملية allocation زي المثلا ان اوزع مجموعة من التكاليف على الستورز او على مجموعة من البرودكتز او مثلا ان يكون جاري بودجت اجماليات كلها اجماليات وعايز اوزعها على الشهور المختلفة وهو ده المثال بتاع النهاردة اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو العاشر من سلسلة Advanced Power Query او Power Query المتقدمة يلا مع بعض بسرعة نشوف المثال ونشوف ازاي ممكن نحله مع بعض على الشمال جدول مبيعات الشهرية لسنة 22 في القلم عندي وعندي 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 في الروز عندي الشهور لكن جات لي البودجت بتاع سنة 23 وزي ما انت شايف كده جات لي رقم واحد بالكاتيجري يعني ما عنديش تقسيمة الشهور لكل الكاتيجري والمطلوب باستخدام Power Query ان انا اعمل allocation لكل رقم من ارقام الكاتيجريز دول على الشهور بتاعت السنة وفي الاخر يكون عندي جدول allocated budget او budget اللي تم توزيعها يكون مشابه للactual sales report بتاع سنة 22 تعال نشوف هنعمل كده ازاي عشان قدر اعمل عملية التوزيع للbudget بدلالة actuals الموجودة محتاج اوصل allocation driver او اساس للتوزيع في الحالة بتاعتنا لو قدرت ان انا اجيب نسبة البيع لكل شهر بالنسبة الاجمالي الشهور على مستوى كل كاتيجري حقدر اوصل لنسبة او الindex او allocation driver زي اللي موجود هنا لو انا قدرت اعرف نسبة مبيعات شهر يناير بالنسبة للسنة كلها في الكاتيجري بتاع الاكسيسوريش كام في الحالة بتاعتنا هنا 1.9 اقدر استخدمها واضربها في مبيعات الاكسيسوريش للسنة كلها واقول والله دي هتكون مبيعات شهر يناير 2021 نفس الكلام بالنسبة الفبراير ومارس وابريل وفي الاخر طبعا الاجمالي هيكون 100 نفس الكلام ممكن اعماله للbikes والclothing والcomponents وبالتالي هيكون عندي جدول زي ده هستخدم كل رقم عشان اضربه في الكاتيجري بتاعه وبالتالي اوصل للمبيعات الشهرية لكل الكاتيجري عايزين نعمل كل ده داخل الpower query اول حاجة هعملها ان انا هبعت الجدولين بتوعي اللي هو ده وده الpower query واردي الاثنين متحاولين لتابلز فممكن اختار اول واحد بتاع الاكتشول واروح على الريبن بتاع الديتا ومنع الشمال جيت ان ترانسفورم هستخدم from table range هيفتح لي الpower query editor على يمين اسم الكويري actual2022 اسم كويس مفيش مشكلة وعندي اثنين applied steps source وبعد كده change type المطلوب كمان ان انا اعمل transformation سريع جدا انا عايز اعمل unpivot للديتا دي بس الاول كمان محتاج اشيل الroop بتاع التوتال واشيل القولم بتاع التوتال هاختار قولم التوتال right click وقاله remove ممكن اروح من اول قولم واعمل filter اشيل كلمة total اللي موجودة هنا وادوس على اوكي وانا مختار القولم بتاع المنت right click وحقول له unpivot other columns كده عمل لي unpivot وقادي كل شهر بالcategories بتاعته كلمة attribute كلمة مش كويسة ممكن اغيرها بدل ما اعمل خطوة جديدة ممكن اروح من formula bar ودابر click على attribute وحاسمي دي category والvalue ممكن اسميها خيان ديها اسم نعرف نستخدمه بعد كده فحاسميها actual22 عشان انا باعرف ان هنا actual بتاع 22 طيب عايز اجيب الجنور التاني ممكن اقفل حتة الفاضية على الشمال right click وقال له new query وقال له لو سمحت from other sources اعمل لي blank query هستخدم الفونكشن اسمها excel.currentworkbook واقفل قص وافتحه وادوس enter ادي محتويات ال excel workbook كده يشغل عليه انا الوقتي محتاج البودجت هادوس عليها كده بقى عندي البودجت هو الواحد وعمل navigation وعمل change type مش محتاج اعمل تغيير هنا الا اني بس ادي اسم الكويري دي وتابعا نسميها budget underscore 23 هترجع تاني على الكويري بتاعت actual والمطلوب مني دلوقتي ان انا يبقى عندي column جديد جنب ال column ده بس كل column يكون فيه اجمالي الكاتيجري الترتيب في الوقت الحالي مش عجبني فخليني ارتب باستخدام الكاتيجري عشان اقدر نشوف مع بعض كويس فهعمل sort ascending بي الكاتيجري يبقى انا الاول عندي ترتيب الكاتيجري بعد كده ترتيب الشهور المطلوب ان انا عشان اقدر اجيب النسبة اللي انا عايزها ان انا اجيب على كل line بتاع الاكسيسوريز اجيب كمان total category بالكامل نفس الكلام للبايكس ونفس الكلام للكلوتين وهكذا وبعد كده في الكلوم الجديد لو اسمت القيمة بتاعت الاكتشول على column total category هقدر اوصل للنسبة اللي انا محتاجها عشان اعمل كده هستخدم على طول group by وانا واقف على column category هروح على طول من الhome ribbon على group by وزي ما انت شايف عمل لي هو لوحده grouping بالكاتيجري احنا قلنا هنا محتاجين نشوف total category فهسمي الكلوم ده total category الفنكشن محتاجة اعملها هي ولكن كمان عايز اروح على advanced وقل له لو سمحت add aggregation والaggregation دي هسميها details وحقول لك هعملها لي دلوقتي حالا وهستخدم فيها حاجة اسمها all rows وانسي ندوست على اوكي بقى عندي زي ما انت شايف حرك كده بمنطقة البساطة ادي السب توتول بتاعت الكاتيجريز اكسيسوريز وبيكس وكلوذين وكمبوننس وعندي حاجة هنا اسمها details وانا اخترت اي واحدة فيهم هتلاقي زي ما انت شايف كده details بتاعت الaccessories اللي بعدها عندي تفاصيل بتاعت البايكس وهكذا بالنسبة كلوذينج وهكذا احنا زي ما اتفقنا انا محتاج اشوف الرقم بتاعت توتر الaccessories وجنبه كل ارقام الaccessories فممكن اضيف column واعمل فيه عملية الاسمة هو ده المطلوب بالزبط علشان اعمل كده ممكن استخدم expand لديتيلز ممكن اعمل expand للكولوم بتاعت use original name as prefix ودوس على اوكي فكده ظهر المنظر اللي انا عايزه بالزبط ادي كل الactuals الحقيقية بتاعت الaccessories لكل الشهور وجنبها التوتر بتاع الكاتيجري اللي اسمه accessories ولو نزلت تحت هتلاقي نفس الكلام لبقية الaccessories يبقى كده منتهى البساطة لو قدرت اقسم الactual ده الactual 2022 على توتر الكاتيجري هيديني النسبة اللي انا هحتاجها علشان اضربها في رقم الbudget فاللي هعمله اني هختار اول column ودوس على control واختار الكلام التاني واروح على اد column هستخدم حاجة اسمها standard وانا سمحت اعمل لي عمليت divide ادي النسبة لانا محتاجها محتاج بس اغير اسم الكلام اللي هو division ده ممكن اعطوهم الفمولة bar division دي هستميها حاجة التانية خليلا نسميها association index او allocation index allocation index مقصود باساس التوزيع او معامل التوزيع اللي هستخدمه واللوقتي الدنيا بسيطة جدا محتاج اروح على budget واجيب الارقام بتاعة budget واروح اضربها في النسبة دي ولو عملت كده هيبقى عندي جدول في actual و budget جنب بعض بنفس التقسيم الكلام المشترك هو category سأختاره من فوق واختاره من تحت وانا عندي 48 match من 48 match وطبعا الjoined kind سيكون left outer وادوس على ok سأديني column في table الذي جاء من budget ممكن اعمل expand انا مش محتاج بس غير revenue وادوس على ok فكده عندي revenue جاء من budget متكرر في كل cells بتاعة category يعني كل ده accessories ولو بصيت هنا هتلاقي الرقم متكرر لانه زي ما انت عارف انا عندي الرقم كان جايلي bulk على بعض ومش بتأسم شهور لكن الحمد لله دل وقت عندي النسبة الا لو ضربتها في column ده هتديني الالوكيشن مزبوط 100% هاختر الاثنين واروح على قد column وقوله standard وعملي لو سمحت المرة ملتيبليكيشن هقوله multiply هيديني column جديد اسمه ملتيبليكيشن ممكن اغير اسم الكلوم ده وادينه اسم تاني ليه معنى زي مثلا ده budget underscore 23 كمان لو تلاحظ هتلاقي ان الارقام فيها كسور اكتر من العلامتين عشريتين وطبعا دي المفوط currency فما فيش كسور اكتر من علامتين عشريتين يبقى ممكن برضو من جوة وبعد كلمة هستخدم function اسمها number dot round وهفتح قوس عشان ابدأ احط البرامتر البرامتر الاولية بتاعتها هي number والنumber جاي من العملية الضرب وحاجي في الاخر اعمل قوس وقاله لو سمحت اتنين يعني اعملي تقريب لقرب علامتين عشريتين وادوس على علامة الصح وبعد كده هتلاقي ان حصل عملية التقريب كده خلاص انا جاهز ممكن اعمل الجدول اللي حت لكم نريض يبقى ممكن دلوقتي اختار بس الكلام اللي انا محتاج ها هاختار اول حاجة الكلام بتاع الكاتيجري وبعد كده هاختار الكلام بتاع الشهر محتاج الكلام واخر حاجة خلاص دلوقتي عايزين بقى نشوف الكويري اسمها اكتشوال دي ونطلع منها الحتة بتاع البودجت عشان نشوف البودجت بنفس الشكل بالضبط اللي شفناه في اكتشوال توينتي توينتي تو هاختار بيوت تابل وممكن اقول اكزيستن جوركشيت وممكن اختار هنحط جنب تحت التابل ده اللي كنا نبصينا عليها قبل كده وممكن بعد كده اقول اوكي هيديني بتاع البيوت تابل نعمل نفس الشكل ده بالضبط هروح على المنت وحط في الروز وهروح على الكاتيجوري وحط في الكلومز وبعد كده هاخد البودجت وحط ها في الاليوز وهتلاقي الدنيا ماشية معاك الممكن نعمل 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 فورمات ولو قرنت الجدولين ببعض هتلاقيهم مزبوطين 100% ده كان معمولة بالفورمولز بتاعة الالإكسل وده الناتج النهائي جاي من الـ 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 يبقى انت استخدمت الـ الـ على شهور بتاعتك رغم البودجت كانت كالك بشكل اجمالي ما فيهاش اي تفاصيل كده وصلنا لهذا فيديو النهاردة لو عجبك لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة واشترك في القناة وبص على نكاتل الموجود على سكرين دلوقتي وشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم